اشتركوا في القناة شباح هذا اليوم ثاني الاشواط وهو الشوط الرئيس بالنسبة للجعادين ينطلق للتو في ميداني ضو نسير نقترب من صدارة الشوط ونقترب من البداية هناك يتقدم على صدارة الشوط سالم بن خلفان بن حبروت إلى صدارة الشوط مع وجود غازي على المركز الأول المركز الثاني نقل إلى الطاير عبدالله بن مر بن حلوة يتواجد مشاهدين الكرام ليقدم لنا الطاير في طيران السرعة وهو طيران التحدي في هذه المشاركة بينما المركز الثالث وصل إلى انغياث عبدالله بن شخبوت من يتواجد على المركز الثالث مشاهدين الكرام المركز الرابع في النقلة التالية هنا من خلال هذه اللحظات مخلاب سعيد بن محمد بن قضيب العليلي أما المركز الخامس سنقل إلى محمد بن سعيد بن إبراهيم هكذا هي النتيجة لكن نعود إلى بل عري ونعود إلى مقدمة هذا الشوط الله سالم بن خلفان بن حبروت المتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا مشاهدين الكرام هذه المشاركة من غازي غازي بالفعل يغزو منطقة التحدي ومنطقة المناورات الأولى غازي على رأس الحرب لهذا الشوط بينما المركز الثاني بدأ بن قضيب يتدخل ليزيد من سرعته ويزيد من خطورته على المركز الأول كذلك بن من يتواجد إبراهيم على المركز الثاني لكن المتين متر الأخيرة يا أبو خلفان يا أبو خلفان لا زال متقدم سالم بن حبروت هل اشتبي على صدارة هذا الشوط من البداية حتى النهاية غازي 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 غزى النموس غزى التحدي غزى المركز الأول ليستفيد من انطلاقته ويتحدى الجميع على صدارة الشوط المركز الثاني بن قضيب العليلي بينهم والمركز الثالث محمد بن سعيد إبراهيم والمركز الرابع هناك تدقل من عبد الله بن شخبوت مشاهدين الكرام التوقيت الزمني دقيقتين 11 ثانية في هذا اللقاء تانينا ونموس سالم بن حبروت اشتبي ترجمة نانسي قنقر